مرسال حمار عجوز إلى قفص به ذئب جائع وما حدث بعد ذلك أدهش الجميع لقد سجلت تاريخ حالات لبشر عانوا من الجوع الشديد وقتها تخط الحدود في محاولة لسد جوعهم ففي هذه الحالة لا يبقى وجود حتى للأخلاق البشرية ووقتها يكون البقاء للأقوى كما في عالم الحيوانات ولكن الحقيقة أن عالم الحيوانات نفسه يبهرنا أحيانا بقصص نجد فيها أن المفترس الجائع وضع الأخلاقيات قبل أي شيء مثل قصتنا حيث يروي سكان ألبانيا قصة مؤثرة وغريبة فعلا القصة تحكي عن مزارع كان في رحلة صيد وتمكن وقتها من صيد ذئب مفترس ورغبة منه في التباهي أمام سكان القرية قرر أحضار الذئب ووضعه في قفص أمام منزله وبالفعل جاء سكان القرية من كل مكان لمشاهدة هذا الذئب الذي نجح الفلاح في استياده ولكن الذئب جائع للغاية ومن الممكن أن يموت من الجوع كان الفلاح في البداية يمنحه قطعا من اللحم الطازج ولكن وجد أن الأمر مكلف للغاية فقرر التخلص من حيواناته الموجودة بلا فائدة أي الحيوانات العجوزة أو المريضة بالفعل كان أول ضحية هو حمار عجوز شعر أنه عبء عليه وقرر التخلص منه ووضعه في المساء للذئب ليفترسه ومن المفترض أن يكفي لحم الحمار الذئب عدة أيام ولكن لدهشة الفلاح تفاجأ في الصباح أن الحمار ما زال في مكانه سليما معافا لم يقترب الذئب من الحمار أبدا على الرغم من جوعه الشديد ولكن الفلاح لم ييأس وقرر ترك الحمار أكثر مع الذئب لكي يقوم بأكله ولكن مرت الأيام بلا فائدة وما زال الاثنان في نفس القفص لم يحاول الذئب الاقتراب من الحمار يبدو أنه رحم ضعفه وكبر سنه وقرر تركه يموت في سلام أو ربما شموخه منعه من افتراس ضحية مسكينة وضعيفة مثل الحمار العجوز أو ربما جمحتهم صداقة وألفة في هذا الوضع السيء الذي وضع فيه الاثنان معا في النهاية علم سكان القرية بالأمر وثار غضبهم وطلبوا من الفلاح التوقف عن تعذيب الحيوان المسكين وبالفعل لم يجد الفلاح في النهاية مفرا سوى القيام بإطلاق صراح الذئب في الغابة وإعادة الحمار إلى المزرعة إلى أن يموت بسلام ولكن الغريب أن الفلاح أعلن أنه شاهد الذئب عدة مرات يجلس بالقرب من المزرعة في سلام ثم يغادر المكان مبتعدا كما لو كان يطمئنه على صديقه القديم ووقتها كانت تهرب قطعان الماشية الأخرى عدى الحمار يبقى في مكانه كما لو كان يطمئنه بدوره على صديقه القديم الأمر محير فعلا يا أصدقائي والعلاقة بينهم غريبة فأحدهم مخلوق ليأكل الآخر ومن الغريب أن يعفو المفترس عن ضحيته وهو في أسوأ حالات جوعه ولكن يبدو أنه تكونت صداقة بينهم خاصة أنه جمع بينهم حظهم التعيس الذي أوقعهم بين أيدي هذا البشري عديم الرحمة فأحيانا تكون الحيوانات أكثر عطفا ورحمة وأخلاقا من البشر إلى هنا أيها الأصدقاء ينتهي هذا الفيديو كونوا رحماء مع البشر والحيوانات أيضا إلى اللقاء في الفيديو القادم مع السلام شكرا